قضي الأمر تم الإعلان رسمياً إذن عن التحالف الثلاثي بعد تريث عدة أشهر حتى عصر الأربعاء كان تحالف إنقاذ وطن بحاجة إلى ستة نواب ليضمون نصاب الثلثين لكن بعد عقد مؤتمر التحالف قال مفاوض بارز لونينيوز إن ثلاثة نواب انضموا للثلاثي أثناء عقد المؤتمر وبات التحالف بحاجة إلى ثلاثة آخرين فقط كتلة تصميم بنوابها الخمسة حضر رئيسها آخر اجتماعات الإطار وما زالت عند موقفها لكن مراقبين يقولون إنها لن تغامر بمنصب محافظ البصرة الذي سيبقى تحت رحمة الأغلبية ولذا فقد حسم التصميم أمرها وستشارك في جلسة المواجهة على الأغلب لن يكتفي إنقاذ وطن بإكمال نصاب الثلثين فقد أظهرت الصورة لقاء بين ريبر أحمد ومثن السام الرائي الذي قاد تمردا ضد التحالف الثلاثي على طريقة انشقاق فالح الفياض عن حيدر العباد عام 2018 والحوارات مع السام الرائي مستمرة بنبرة مزدوجة بين العتاب والمساومة نور المالكي يواصل الاستغاثة لا يمل ولا يكل عن تحريض مستقلين على كسر النصاب أما بيان الإطار المندهش من ترشيح الصدر فقد جاء مشابها لتهديدات كتائب حزب الله باشتياح الأمبار لكن مصائب حلفاء إيران لا تأتي فرادة فبالتزامن مع اقتراب إكمال نصاب التحالف الثلاثي واستعادة السيطرة على المتمردين جاء قرار المحكمة الاتحادية الذي أكر دستورية ترشيح ريبر أحمد ورد طعن عاليا صيف وأصدقائها اشتركوا في القناة